سنقدم شرحا مبسطا لطريقة تقديم اعتراض على مخالفات السير في الأردن والتعليمات والشروط الواجب مراعاتها عند الاعتراض عبر الرابط الالكتروني الرسمي والذي سنرده خلال الشرح وفقا لقانون السير المعدل الجديد حيث تغيرت خدمة الاعتراض على مخالفات السير بعد صدور قانون السير الجديد المعدل الثاني عشر من سبتمبر لسنة الفين وثلاث وعشرون وأصبحت المخالفات مقسمة إلى فئتين وهما الفئة الأولى هي المخالفات المسجلة قبل تاريخ صدور القانون الجديد ويحق لمالك المركبة أو السائق المخالف تقديم اعتراض على هذه المخالفات والمثول أمام المحكمة المختصة للاعتراض على الصحة المخالفة وشط بها كما يعرف هذا الاعتراض باسترحام طلب على الرأفة وتخفيف الغرامة حيث يتم تخفيض قيمة ألم خالفة حتى لو كانت ألم خالفة صحيحة كما جرت العادة في القانون على السابق الفئة الثانية هي المخالفات التي تم تسجيلها على السيارة بعد صدور القانون الجديد ويحق لمالك المركبة أو السائق الاعتراض على صحة تسجيل المخالفة فقط وإذا ثبت إنها صحيحة لن يحصل على تخفيض قيمة المخالفة كما كان يتم السابق للاعتراض على قيم مخالفات السير المرتكبة قبل تاريف صدور القانون الجديد يتقدم السائق المخالف بطلب اعتراض إلكتروني رابطة الاعتراض على المخالفات ويدخل معلومات رخصة السيارة ومالكها أو السائق يتوده مقدم الاعتراض شخصيا إلى المحكمة المختصة لحضور الجلسة المقررة وفقا للرسالة النصية التي وصلته إلى هاتفه إبراز الرسالة النصية لحظة الوصول إلى المحكمة وإحضار الوثائق الثبوتية لمقدم الطلب للاعتراض على المخالفات المسجلة بعد صدور القانون الجديد يتم تقديم طلب إلكتروني بنفس الطريقة التي ذكرناها في الأعل ولكن يتم اختيار مخالفة واحدة فقط للاعتراض على صحتها ويمكن إلغاء طلب الإعتراض أو تعديل موعد الجلسة إلى يوم آخر شرح خطوات تعبئة طلب الإعتراض على مخالفات السير إلكترونيا الاعتراض على مخالفات السير في الأردن 2024 يجب الاختيار بين خيارينهما الاعتراض على قيم المخالفات المحررة قبل الثاني عشر من سبتمبر لسنة 2023 أو الاعتراض على صحة المخالفات المحررة من الثاني عشر من سبتمبر لسنة 2023 وما بعد هذا التاريخ يجب التأكد من صحة المعلومات المدخلة والتي تتضمن جنسية المركبة وجنسية صاحبها وصفة المعترض ورقمه الوطني واسمه ورقم هويته وهاتفه وعنوانه ومن ثم يتم الضغط على تحقق من مقدم الطلب ستظهر المزيد من الخانات لتعبئتها وتتضمن ترميز المركبة ورقم التسجيل ورقم المركبة ومن ثم تضغط على استعراض المخالفات وجميع هذه المعلومات تجدها على رخصة السيارة وتظهر خانة تحديد تاريخ الجلسة ويمكنك اختيار تاريخ ووقت من قائمة الموعيد المتاحة ويتم الضغط على مربع بقرب أتعهد بصحة كامل للبيانات نقطة إلخ تظهر في أسفل الصحفة قائمة المخالفات التي يمكن الاعتراض عليه وتضع علامة بجوار المخالفة المراد الاعتراض عليها الاعتراض على مخالفات السير في الأردن 2 تغيير موعد جلسة المحكمة للاعتراض مخالفات السير يمكنك إلغاء طلب الاعتراض أو تعديل موعد جلسة الاعتراض على مخالفات السير وفقاً للقانون الجديد إلى يوم آخر عبر رابط استعلام عن الجلسة وإلغاء أو تعديل الاعتراض على مخالفات السير حيث يقوم السائق بتعبئة خانة تتضمن ترميس رقم آل مركبة ورقم آل التسجيل الموجودة على رخصتنا للسيارة ترجمة نانسي قنقر